نحن نتكلم على الالكتروميكانيكال سيستمز الالكتروميكانيكال سيستمز الالكتروميكانيكال سيستمز طيب احنا عندنا الالكتروميكانيكال سيستمز تنقسم الى نوعين رئيسيين اللي هو الموتور والجنريتور ده الديفولت بتاعنا طيب سواء موتور او جنريتور الاتنين بيعتمدوا على حاجات رئيسية اللي هي ايه الالكتريكال انرجي الالكتريكال انرجي و فيلد يعني يكون في مجال وكمان ميكانيكال سيستم او حركة او موشن ميكانيكال انرجي او حركة او موشن لازم الثلاثة دول يبقوا متواجدين عشان اقدر اقول انه المشين هتشتغل طيب يعني لو انا هشتغل ك جنريتور فاللي انا باحصل عليه ثلاثة حاجات دول اه اللي باحصل عليه في الثلاثة حاجات دول لو هنشتغل كجنريتور الإلكتريكال انرجي بالضبط يعني لحاجات اتشغل الجنريتور يبقى احصل على الإلكتريكال انرجي يبقى انا يجب ان ادى ميكانيكا الانرجي وفيلد انرجي تمام الاميكانيكال انرجي دي ان انا بدى حركة خلاص بكدي حركة للجنريتور والفيلد انرجي دي بتبقى موجودة الفيلد ده بيبقى موجود جوه الميشين نفسها يعني جوه الميشين نفسها بيكون فيه حاجة اسمها الفيلد سيركت يبقى الجنریتور عشان يطلع كهرباء لازم تديله mechanical energy وفيلد طيب الموتور العكس الموتور هيخرج mechanical energy يبقى أنا لازم اديله حاجتين كهرباء وفيلد الموتور ده زي ايه زي الموتور اللي في المروحة لازم تديله electrical energy تديله كهرباء والفيلد ده موجود جوه الموتور نفسه تمام؟ يبقى دي الفكرة العامة بتاعة أي electrical mechanical systems احنا مين لي هنتعامل مع الموتور او الحاجات اللي شبه الموتور خلاص الحاجات اللي شبه الموتور بيكون فيها energy balance equation او ايه بقى معادلة energy balance او energy balance equation ده energy balance equation اللي بقول ان الطاقة اللي انا مدخلها بتساوي output energy زائد stored energy يعني ايه ايه الطاقة اللي انا مدخلها electrical energy دي بتساوي mechanical energy اللي هو output mechanical energy زائد كمان الطاقة اللي انا مخزنها يبقى زائد field energy stored energy stored طيب دي كده اسمعها energy balance equation طيب ممكن تكتب ازاي كمعادلات تكتب كمعادلات في differential form اللي هو d w electrical equal d w mechanical زائد d w field d دا اللي هو زائد delta يعني اللي change اللي change في electrical energy equal change في mechanical energy زائد اللي change في field energy تمام طيب دي كده اسمها معادلة energy balance equation ودي من المعادلات الاساسية اللي احنا هنستنتج منها equations يعني طبعا عشان انت تبقى عارف وانا شغال هنا في حاجات نظري هقولك تركز عليها في النظري وبالنسبة لي المسائل هقولك خلصة الموضوع ايه في المسائل يعني هي المسائل في الجزء ده هتبقى بسيطة هم اربع قوانين هقولك هم دول اللي هنذاكرهم والدنيا هتبقى بسيطة ان شاء الله بس انت هتلاقيني باش راح نظري كتير لانه ممكن تتسائل في النظر ده ماشي طيب نبقى ده الجزء الاول اللي هو ايه ايه تعريف الالكتروميكانيكال سيستم وايه تعريف الانرجي بالانس اكويشن في بقى عندي والتاني اللي هو الاندكترز ساعر الاول نتكلم عن الفلكس لينكترز لو انا عندي كويل ملفوف حوالين اير نكور زي كده هادي الكويل اهو الكل ده ده يطلع على فلكس current ده يطلع علي فلكس ماشي تعريف الفلكس لينكترز بتاعة الكويل هو الان في الفويل اللي هو عدد لفات الكويل في الفلكس اللي جوه ده تعريف الفلكس لينكترز باي ديفولت تمام طيب احنا عندنا علاقة اللي هي اثبتنا المرة اللي فات ان الكيرف اللي اسمه BH كيرف ده ممكن يتحول الى كيرف تاني اسمه ايه فاي اي كيرف ليه لان البي بتتناسب مع الفاي والإتش قولنا بتتناسب مع الاي يبقى ده هو الفاي اي كيرف او اللمضة اي كيرف ان اللمضة ايكوال ان في يعني اللمضة برضو بتتناسب مع الفلكس يبقى لو انا عندي البي اتش كيرف بتاعي بالمنظر ده يبقى شكل اللمضة اي كاركترستيكس هيبقى من منظر خلاص يبقى البي اتش كيرف هو عبارة عن زيه زي اللمضة اي كيرف طيب جميل ده كده تعريف الفلكس لينكج طيب ايه تاني منحتاج نعرفه منحتاج نعرف ال inductance بتاعت ال coil ال inductance بتاعتنا هي ال طيب حد يقدر يقول لي لو انا عندي coil inductance by definition هي ايه حد عرف ال inductance ايه لمضة على اي بالظف inductance هي لمضة على اي طبعا ده flux اه inductance هي اللمضة على اي او ال n في في على اي وال اللمضة هو n في في تمام جميل يبقى ده كده inductance يبقى تعريف inductance تحت اي coil هي flux linkage اللي في coil مقسومة على current اللي في coil طيب هيجي هنا سؤال هل inductance فعليا بتعتمد على اللمضة او ال i يعني هل قيمة inductance تعتمد على اللمضة او ال i مفروض تبقى constant او لو i زادت phi زادت او العقس لو i a زادت اللي يحصل phi z وال اللمضة تفضل ال اللي تفضل constant اه بص هو الفكرة ان تعريف inductance ان لا تعتمد ولا على اللمضة وعلى ال i ليه ان هي تعتمد فقط على dimensions تمام احنا اخدنا حاجة قبل كده زي inductance بس احنا ما اخدناش بالنا من الموضوع ده اللي هو resistance هي في الاخر هي v على i لكن هل تغير مقاومة السلك اكيد لا نفيش حاجة سمعا كده تمام اما ال resistance عشان تتغير محتاج تغير مين محتاج تغير ال dimensions خلاص يبقى resistance هي parameter تعتمد على dimensions ونفس الكلام هي parameter بتعتمد على dimensions بتاعة المagnetic surface ولا تعتمد على اللمضة ولا خلاص بس ايه الامور تبقى واضحة في الحتة يبقى inductance ورق خيمة ثابتة بتعتمد على dimensions بالنسبة لي inductance هي اللمضة على i وهي n في phi على i ده احنا وصلنا هنا في قانون تاني عايز اوصل له ال inductance ايه هو احنا قلنا قبل كده مرة اللي فاتت ان الامام f equal n في i equal phi في ال relactance كان اقدر اقول ان l equal n في phi على i طب منشير ال phi دي نحط مكانها n في i على relactance تحت اصلا في i في المعادلة وتوصل لمعادلة ان inductance هي n square على relactance ماشي ايه هنا inductance هي اللمضة على i وهي n phi على i وهي كمان خانون بقى مهمة اوه بالنسبة لنا هي كمان n square على relactance ماشي يبقى دي ال inductance طيب من نهاية نستنتج معلومة مهمة لو انا عندي circuit ال relactance بتاعت circuit قليلة يبقى ال inductance هتبقى ايه عالية ولو ال relactance عالية يبقى ال inductance قليلة يعني ان الاخر ال inductance تتناسب عكسيا مع ال relactance ماشي دي معلومة نبقى عرفين طيب دي كده تعريف ال inductance في حاجة قالك ال inductance ده بيمثل ال slope بتاع lambda i كر ازاي يعني ما ادي lambda i كر عامل كده عشي انت بتقول ان lambda equal lambda equal l في i بالضبط lambda equal l في i يبقى lambda equal l في i يبقى ال l هو slope الميل يبقى l هو slope طب سؤال هل الميل في حالة non linear constant لا l مش constant يعني هنا l1 هنا l2 هنا l3 وكذا slope متغير يبقى نقدر اقول conclusion مهم جدا بقى lmcq والحاجات دي ان l-inductance is constant for linear systems for linear systems لكن l-inductance is variable for non linear systems l-inductance variable for non linear systems واضح طبعا المعلوم ماشي يبقى انا كده اتكلم تعالى الاول l-energy balance equation بعد كده معادلة l-inductance ومعادلة l-flux linkage ماشي طيب تعالى بقى نكلم بعد كده على l-electro mechanical systems نفسها l-electro mechanical systems بالنسبة لنا بتبقى عاملة ازاي ساعة لنشوف احنا عندينا نوعين رئيسيين l-electro mechanical systems طيب نبدأ باول نوع احنا هيكون عندنا نوع نوع linear ونوع non linear ماشي يبقى دول النوعين اللي احنا هنتعامل معهم linear و non linear طيب نبدأ باول النوع اللي هو non linear ونبدأ في الاول ان non linear without motion with no motion يعني system بتاعي هيبقى ما فيهوش حركة اه ايه بقى القصة دي ادي الرسمة بتاعة system في الكوية لهو كده وده الكور ادي كور اهو ده الفي وده الاي وده الريزيستنس بتاعة الكويل والكور زي ما احنا رسمي هل السيستم ده هيبقى فيه حركة اه لا لا مفيش حركة انت جايب كويل لفه حوالين الكور وخلاص على كده فالطاقة الكهربية اللي انت اندخلها هتتحول الى جوا الكور وخلاص على كده كأنك عملت الكتروماجنت طيب الشكل اللي قدامنا ده اقدر اكتب انا عايز اوصل لإيه بس انا عايز اربط ما بين اللامضة i curve و field energy وده اللي انا عايز اوصل ل اللامضة i curve اربطه مع field energy تعال نشوف ده هنعمله ازاي بشوية اسباتات ما لهاش لازم بالنسبالي لكن انت لازم اعملها بس عشان تفهم القوانين دي جات من اصلا تمام لكن كاسبات طبعا ما يهمنيش انا بالنسبالك الحاجات المهمة هقولك دي ايه دي مهمة للنظر او للمسائل لكن الاسباتات ما تهمنيش طيب بص نعمل الاسبات ده احنا عندنا هنا v equal i for بس كده هل kvl equal i for or بس ولا فيها حاجة تانية زائد voltage اللي هيحصل على الكويل ايه بخلي بالك v equal ir زائد emf اللي هتحصل على الكويل emf اللي هتحصل على الكويل ده هو emf اللي هتحصل على الكويل دي هتحصل لو كان لو كان في flux متغير بيقطع الكويل يعني ايه يعني لو انت عندك كويل كده في flux متغير بيقطع والflux متغير ده ممكن ييجي من current متغير يعني انت لو عندك كويل اهو قطيت current متغير هنا كده هعمل لك ال AC current ده هعمل لك flux ال variable current هعمل لك variable flux وتبقى لخلوم فردي قالك ان لو flux متغير بيقطع الكويل هيتولد على اطراف الكويل ده induced dmf قيمتها n defy by dt سيباك من negative دلوقتي انا بتكلم على modelers value n defy by dt ماشي ده قانون فردي طيب الكلام ده هيساوي ifr زائد d lambda by dt تقولي يا بش مهندس احنا لسه عايلين دلوقتي ان emf هي n defy by dt ما هو بالضبط القانون بتاعنا دي lambda by dt هو n defy by dt بدليل ان اللامضة هي n phi لو خدنا ال n برا هيبقى n defy by dt يعني نفس القانون اللي انت عارفه بتاع فردي ما اختلف ناشي ماشي خلاص يبقى دي كده معدد kvl تمام حل قال لك multiply both sides by idt يبقى multiply by idt جميل هنضرب ناحيتين في idt هيبقى vidt equal i r dt i square r dt زائد id لندا طيب وديلي كده i square ناحية التانية idt ناقص i square r dt equal id لندا حد يقدر يقول ناحية الشمال اللي تمثل a وناحية اليمين تمثل a الشمال هيبقى electrical energy واليمين magnetic energy اي بالضبط الشمال هي بتمثل electrical energy net او total ليه net او total لاننا في الحقيقة الpower اللي نام دخلها من supply هي v i delta t يعني الpower في الزمن اللي هي الenergy بس هل الenergy دي كلها هيستفيد بها السystem لا بيحصل drop في المقاومة في الاسلاك اي drop هيبقى هيبقى اللوصز اللي في الاسلاك هتبقى i square في الار كpower لو عايزها كtime سوري لو عايزها كenergy هيبقى i square r في time يبقى الجزء اللي على الشمال كله على بعضه ده بيمثل electrical energy اللي دخل للسystem النت يعني ممكن نقول النت electrical energy طب الاد الان دي بتمثل ايه بتمثل field energy او stored energy ايه طب ما باش وان دي زيها بالضبط زي معادلة energy balance اللي انت قلتها في الاول ان electrical energy equal field energy زائد mechanical energy بس بما ان هنا mechanical energy zero فطلع فعلا electrical energy اللي دخل بتساوي field energy حلو طيب بص القانون اللي انا تنتجته هنا ان field energy او ال dw field هو id lambda يبقى الw field نفسها هي ايه تكامل id lambda من هنا بقى نوصل لاول قانون مهم بالنسبة لنا ان الw field هو id lambda بالتكامل طيب لو احنا عايزين نتخيل الموضوع ده على lambda i characteristics تعالى نرسم lambda i characteristics ونحدد مع بعض فين مكان الw field بص لو انا عندي lambda i curve كده وشغال عند نقطة معينة وليه كل نقطة دي حاطة current معين ومشي flux معين اللي هي lambda node عايزة حدد فين مكان الw field على curve ده حد يقدر يقول لي فين مكان الw field هي المساحة بس المساحة اللي ما بين characteristics وما بين الكيرو وال vertical اللي هي تبقى المساحة دي طيب يبقى دي كده بتمثل الw field بالنسبة طب ليه باش مهندس اش معنا دي لان دي lambda لو انت خدتها هتبقى شريحة horizontal دي lambda هتبقى شريحة horizontal فلما تكامل الشريحة الhorizontal دي هتلاقي نفسك ان انت واخد الarea اللي باللازر طيب جميل من هنا بقى بتديري نعرف حاجة تانية خالص اسمها الw field dash او coo energy اللي هي مين اللي هي الarea between characteristics والhorizontal دي هنسميها الw field dash او coo energy حاجة حاجة تقوللي يا باش مهندس احنا الw field او الstory energy دي لها physical meaning نقدر نفهم لكن ايه الw field dash اللي هي الكون energy دي ايه الw field dash لا دي ولا حاجة يعني دي في الحقيقة ولا حاجة it has no physical meaning ماشي طب طالما هي no physical meaning جيب ندرسها ليه بندرسها عشان القوانين بعد كده بتاعة force هتطلع in terms of الw field dash دي ف كماثماتيكس هتهمني في حسابات force بعد كده لكن هل هي ليها physical meaning في system ملاش اي physical meaning اللي ليها physical meaning واضح اللي هي الw field اللي هي stored energy في field طيب جميل جدا يبقى دي الco energy يبقى احنا استنتجنا دلوقت ان الw field equal تكامل i d lambda يبقى بالعقل كده الw field dash هي تكامل ايه lambda d i lambda d i خيب واقدر اقول كمان انه مجموعة w field زائد w field dash او مجموعة area 2 دول هيساوي lambda node في ال i node اللي هو area بتاعة الريكتانجل تمام طيب حد يقدر يقول لنا هل ضرورة الw field تساوي الw field dash ولا لا لا الlinear مش شرط ابو الزفت هنا مش شرط مش شرط يساوي باس كده يبقى الw field و الw field dash هنا في الحالة بتاعتنا دي مش شرط ايه يتساوي طيب يبقى انا كده اللي انا قلتوا لحد الوقت ايه هو ان انا شفت non-linear system قدامنا حددت graphical ازاي قدر يحسب field energy والcoo energy طيب تعال نشوف بقى لو system بتاعي كان linear لو نفس الكلام بس على linear system ايه بقى الموضوع اللي هيحصل تعال نشوف بقى ايه اللي هيتم لو المسألة بتاعتنا او الشكل بتاعنا linear ده النوع التاني اللي هو linear system with no motion طيب linear system with no motion ايه دي تتوقع بقى ان انا هجيب coil ملفوف حوالين حديد بس لازم يكون في system فيه هوا ولا لازم يكون فيه هوا لانه لو حديد بس يبقى هو non linear بس لكن لو فيه هوا فكده هيبقى جزء منه linear وجزء منه non linear فكده فتعال نشوف system بتاعنا هيبقى عامل ازاي لازم غصب عني يكون فيه ايه يكون فيه جاب كده كده يعني عشان اضمن النقه linear طيب يبقى ده كده system بتاعنا نفس الشكل بالزبط لكن فيه air جاب طيب هتقول يا باشواندس طب ما هو فيه air جاب وبرده فيه حديد فهو جزء منه برضو non-linear هنقول انه reluctance بتاعت الجاب زي ما اثبتنا قبل كده اكبر بكتير من reluctance بتاعت الحديد فهن assume انه reluctance بتاعت الiron تقريبا بزي خلاص وعشان دايما في المسائل يأكد لك الassumption دي بيقول assume انه الinduct الmiu i equal infinity الpermeability بتاعت الحديد وكلنا عارفين ان reluctance هي l i على الميو i في الاريال فلو الميو بإنفينيتي يبقى reluctance بإنفينيتي ماشي يبقى هنا هنه assume انه reluctance بتاعت الجاب اكبر بكتير من reluctance بتاعت الحديد وده منطقي لانه احنا شفنا المسائل المرة اللي فاتت كانت reluctance بتاعت الجاب كبيرة جدا مقارنة بال reluctance بتاعت الحديد طيب يبقى assuming انه reluctance بتاعت iron neglected يبقى قدر اقول ان ال system بتاعي ايه linear system linear system linear system يعني curve بتاع اللمضة i characteristics linear linear اهو كده وبالتالي الoperator بتقول ليه يكون في air gap لأ متسامعة بتقول ايه انا متسامعة حاجة بيعليش ممكن تعالي بس السؤال تاني تعالي بتقول لازم يكون في air gap اه ليه لازم هنا يكون air gap موجود لازم يكون air gap لان لما فيش air gap في الشكل يبقى الشكل ده non linear ماشي فطالما هتعامل مع linear system اكيد هيظهر gap يعني اكيد هيبقى السystem ده في gap عشان gap هي air والair هو linear system فلازم الشكل اللي بتاع linear system اكيد لازم يقف في gap صحيح كده ده كانت سؤالك ماشي تمام ايه بزبط شكرا تمام ماشي لقطة lambda i characteristics كده وبالتالي نقدر نقول انه الجزء الarea اللي فوق دي اللي هي ما بين characteristics و vertical دي بتمثل w field اما الarea اللي ما بين characteristics و horizontal فدي بتمثل ايه تمثل w field dash صح كده وبالتالي نقدر نقول انه قانونة w field equal قانونة w field dash لكن في حالة مين في حالة linear circle طب هيساوي كام ها وده lambda node وده i node اه lambda i او lambda node i node طب مهو lambda في i ممكن اشير اللمضة احط مكان ايه ال l في i هي l i square ده قانونة field وده طبعا قانون شهير قوي ان energy stored equal half l i square ده قانون مشهور قوي لل energy stored يعني تمام طيب وبرضو في قانون ثالث اقدر اوصل ان انا اقول انه طبعا انت عارف بقى ان l equal n في phi على i وكمان n في i equal phi في ال reluctance ماشي لو استخدمنا القانون ده استغلناه يعني نقدر نوصل ان w field equal w field dash equal half phi square في r نسيبه كان بقى توصل للقانون ده مش مشكلة يعني عشان بس ما عودش ضايع وقت يبقى w field equal w field dash equal half i square في l او half i square في r او التالت بتاعهم نص لامضة ف دول القوانين بتاعت w field و w field dash في حالة linear circuit طيب في حالة non linear هل بيتساوم قال لك لا ما بيتساوش nonlinear ما بيتساوش w field و w field dash قمال قنون بتاعة w field كان تكامل id lambda والfield dash تكامل lambda di all ماشي يبقى احنا كده شفنا دلوقتي في linear system بنساوي w field دي w field dash بيساوي النص phi square في reluctance نص i square في l نص lambda ف ده في حالة linear system طيب جميل جد the two systems دول هل كان فيهم اي حركة هل كان فيهم motion لا ما فهمش motion ما فهمش اي حركة طيب احنا بقى هندرس دلوقتي لو system بتاعي في حركة يعني ايه system في حركة او في motion هو ده اللي احنا عايزين نشوفه system بتاعنا يكون في ايه يكون في motion تمام تعال نشوف system بتاعنا في motion زي ونحدد force اللي بيتحرك بيها system بتاعنا بس نشوف ايه كلام ده دلوقتي طيب شمانس ممكن سؤال او ماش تفضل ممكن تطلع بس ال graph اللي هو كان linear سمحت لأ هو ثاني كده ليه slow هنا one انا مقلتش slow one طب هو مش عشان خاطر ال wf يسوي wf dash مش لازم ينستوى بابون لا يعني هو اي خط مستقيم اللي هايبو قد بعد تمام اه بالضبط كده يعني انت يعني بص لو خط كده او لو خط كده برضو ماش في الاخر الarea بتاعة الترينجل اللي فوق هتساوي الarea بتاعة الترينجل اللي اللي يعني نص يعني انت لو مثلا بصيت للترينجل الاحمر هتقول الarea بتاعته half el base full height el base full height اللي اللمضة في i تمام طب لو triangle الاسود هقول لك الarea بتاعته هوا في el base full height فبرضو هيطلع نفس الarea مفيش اي مشكلة والميل بتاعه مش واحد الميل بتاعه ايه هو الميل ال 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 احنا قلنا الميل اللي اللي هو ال 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 تمام ماشي فده مش شرط يكون بوان لا عادي ممكن يكون اي قيمة وفي جميع القيم ال area بتاعت ال w field equal area بتاعت ال w field dash طالما linear ماشي طيب احنا كده شفنا ايه linear system تعال بقى نشوف لو system في force لو system في force فنقول هنا determination of electromagnetic force وهو ده يبقى اللي بيبقى عليه المسائل اللي هو حسابات الالكتروماجنتي كفوز طيب بص احنا عندنا system ادي system اهو كده هو فيه لاجأ او حاجة جماعة ولا يعني مزبوط تمام طيب اه يبقى ده كده الا system بتاعنا وحط هنا بقى movable part او جسم قابل للحركة طيب انا كده عندي جزء ايه جزء ده fixed على الشمال fixed والجزء اللي علمين movable او قابل للحركة وده displacement x طيب بص التشغيل او طبعا اللي على اليمين ده spring بس عشان ايه يعاكس الحركة بتاعت الجسم يعني يبقى فيه حاجة زي control يعني حاجة بتاع عاكس الحركة بس احنا مش هنتكلم عليه دلوقتي ال spring ده خليها نتكلم بس على جسم المتحرك نفسه سيبك من كoperation اللي بيحصل ان الفولت بيمشي current والcurrent بيمشي flux جوه الكور فبقى عندك flux جوه الكور يبقى تحول الكور بتاعنا اللي على الشمال ده كأنه electro magnet يبقى تخيل عندك electro magnet وعندك حتة حديد قابلة للحركة هيحصل ايه حتة الحديد دي هتتحرك هتتشد ناحية electro magnet يعني دي هيحصل attraction attraction of movable part movable part وبالتالي الair gab هيحصل الله air gab is reduced الair gab هتقل الair gab هتقل بالحالة دي يبقى الair gab is reduced يبقى تاني اللي حصل ايه الvoltage اللي انت حطه على الكويل هيمشي current والcurrent انت هيعمل flux وبالتالي flux هيشد حتة الحديد ناحية الشمال يبقى الair gab هيحصل الله ايه هتقل تمام طيب بص لو انا تخيلت اسناء الحرب عايز بقى بص على اللمضة i curve في لحظة في اللحظة الاولى open position الجاب اكبر ما يمكن وبما ان الجاب اكبر ما يمكن يبقى الكير في بتاعي linier ده اسمه open position طيب كل لما الجاب بقاعدة بتقل كل لما الجاب بتقل كل لما الكير بتاعي بيقرب اكتر للنون linier لحد لما الجاب تقفل خالص ساعتها السيستم بتاعي يبقى totally non linier خلاص فعشان كده اللمضة i curve مع الحركة ما هواش ثابت لا ده بيقعد يتغير حد ما في الاخر يوصل الى closed position تمام طيب هيجي هنا السؤال بقى هو انت ليه باش مهندس راسم closed position فوق يعني ليه الكريفات ما بتنزلش التحت ليه بتطلع لفوق قالك بص for the same current for the same current يعني لو انا عندي هنا i معينة فليها لنضة معينة صح كده تمام بالمنطق يعني لو انا عندي system يحتوي على air gap فالreluctance بتاعته بتكون عالية ولا ايه لا اكيد عالية يبقى الopen position الreluctance بتاعت system عالية ولو الreluctance بتاعت system عالية يبقى الفلاكس بتاعت system ماله قليل يبقى اللامضة بتاعت system مالها قليلة ده لو open position طب لو closed position لو closed position الreluctance هتبقى حديد بس اللي هو reluctance قليلة يبقى الفلاكس عالي يبقى اللامضة عالية يبقى منطقي جدا انه lambda i characteristics كل لما الجاب هتقل كل لما curve بتاع lambda i characteristics هتطلع فوق خلاص واضحة الفكرة اللي هي open تحت و closed فوق طيب يبقى ده كده lambda i characteristics أثناء الحركة ماشي جميل جدا احنا بقى عايزين نعرف دلوقتي لو انا قلتلك كنظري الالكترو magnetic force force tends to بتعمل ايه في الحاجات اللي انا هقول هدي بتعمل ايه في الريلوكتنس بتعمل ايه في الاندوكتنس بتعمل ايه في البرميانس البرميانس دي اللي هي مقلوب الريلوكتنس هه حضر قدر امن ايه بالريلوكتنس التعدد الفور التعدد الل ل الل د الي في الاندوكتنس بتزودها الاندوكتنس الpres الريلوكتنس او مش مقلوبها هي إن سكوير على الريلوكتنس ترجع القوانين متعة ال كانت ال الل تساوي إن سكوير على الريلوكتنس يبقى ال L هات Z طب البرمينس احنا بنقول البرمينس عكس الريلوكتنس برضو فالبرمينس هات Z يبقى كنظري اقدر اقول ان تأثير الالكتروميجنيتك فورس ان هي بتعمل التلات حاجات دول ولسه في حاجتين كمان هنبقى نقولهم بعد كده طيب يبقى ده كده الفورس اللي هي بتحرك الدراع ده ماشي يميل هاقول انا مستمع حاجة بقول الفورس الفورس مالها مكانها على الرسمة فين اه هي اصلا هي الفورس دي اللي انا لسه عايز احسابها هي اللي بتحرك الدراع ده عشان انت بتقول دلوقتي ان الموفابول فورت ده هيتشد احساب لي بقى الاتراكشن فورس دي هي دي الفورس اللي انا بدور عليه اللي هي الاتراكشن فورس دي او احنا بنسميها الالكتروميجنيتك فورس هي دي اللي ايه اللي انا عايز اجيب لها القوانين بتاعتها ماشي نحوا Smile نحن احنا قلنا الدراع ده هي تشد هيتشد ازاي هيتشد بفورس انا عايز احساب الفورس دي بكام بقى ماشي طيب تعال بقى نشوف ازاي نقدر نحسب الفورس دي اللي هي هيتشد الدراع ده ومن هنا طبعا اللي انا هعمله ده هعمل شوية اه اه اثبتات ما هيتهم نيش قوي في الاخر انا هيتهم نيش قوي في الاخر القوانين اللي هثبتها. خلاص? بصوا. احنا عندنا اول حاجة نعمل الكيس الاولى اللي هي هنجيب الفورس في حالة السلو موشن. طبعا الاسبتات اللي انا عملها دي في الاخر هتطلع قوانين للفورس. القوانين اللي انا هكتبها الفورس هتبقى valid في اي مسألة. سواء سلو موشن او فاست يعني كده كده. هثبت لك انه القانون اللي هستنتجه سواء سلو او فاست. هيطلع في الاخر نفس الاجابات. تمام? طب انت ليه بتشرحها كسلو او فاست? احنا بتشرحها كسلو او فاست عشان نوصل للاكسبريشن نفسه. يعني بنعمل كأننا بنعمل بسيط عشان نوصل للاكسبريشن. يعني ايه برضو? بص. انت المفروض عندك اللامضة اي كاركتريستيكس بتكون اتنين كاركتريستيكس يعني ايه? يعني بيكون واحد كده مثلا والتاني كده. ده الاوبن بوزيشن والكلوز بوزيشن. طيب. المفروض ان انت في الاول كنت شغال عند الابريتنج بوينت مثلا رقم واحد وفي الاخر هتوصل لي الابريتنج بوينت رقم اثنين. طيب. انت بتتحرك على الكيرفات اللي هي من واحد الى اثنين. بتتحرك ازاي? لا هو الطبيعي ان احنا بنتحرك جنرال باث. يعني مثلا بياخد مصار عامل كده. يعني الكارنت بتغير وكمان اللامضة بتتغير. ماشي? فانا ممكن افترض ان المصار الحركة او حالة عامة. مصار عام. ماشي? وطلع قانون برضو للفور. هيطلع لي نفس القانون. بس احنا هنا للتسهيل. لتسهيل الاسبات يعني. قلنا خلاص احنا هنفترض ان الحركة بتاعتي. يعمى slow motion. يعمى fast motion. دول special cases عشان يسهلوا بس مصار الحركة. تمام? لكن في جميع الاحوال قانون الفورس. هيطلع قوانين valid في اي مسألة. يعني القوانين اللي انا هستنتجها سواء من ال slow او من الفورس او من الانترميديت او من اي مسار. هتطلع في الاخر valid لكل ايه المسألة. ماشي? فتعالا نشوف. لو انا افترضت الاول ان مسار الحركة slow motion. ايه slow motion ده يعني? ايه بقى مسار الحركة slow motion? تعالا نشوف يعني ايه? مسار الحركة slow. بصوا. اولا اكتب لي معادلة kvL. ايه معادلة kvL? v equal ir زائد دي لندة بايد دي تي. دي كانت معادلة kv اللي اللي احنا قلناه. طيب. for slow motion الدلتا تي كبيرة. ال time كبير. يبقى اقدر اقول لي ان d lambda by dt tends to a zero. يعني الدلتا تي هتبقى كبيرة. يبقى اقدر اقول ببساطة ان ال i equal v على r طول الوقت. v equal ir طول الوقت. يعني ال i طول الوقت equal v على r. طب. ال v دي اللي هي ايه? supply voltage. ال r resistance. طيب. يبقى ايذن ال i هنا ايه يا جماعة? constant. طيب. يبقى لك في حالة ال slow motion اقدر اقول انه ال i equal constant. طيب. يبقى لو انت افترضت انه مصاري الحركة. slow motion. يعني اقدر اقول ان tool الوقت ال current سابق. طيب. يبقى انا بدأ بالنقطة رقم واحد. وعايز اوصل لنقطة رقم اثنين على current سابق. فا اوصل لها ازاي? المصار ده هيبقى ايه? vertical line. vertical line. يبقى لك يبقى ايذن مصاري الحركة vertical line زي ما احنا شايفين كده. هو ده path of motion. اذا انا رسمه باللزرق. طب هلا باش ما معندس لازم ال passive motion يبقى slow motion كده? يبقى vertical? لا. فهو ممكن يكون horizontal. ممكن يكون اصلا male. تمام? فاحنا هنا بس بنحط special cases عشان نقدر بسهولة نوصل لقوانين بتاعة الفورس. لكن لو انت عملت الاسبات ب both general هتوصل برضو لنفس قوانين ايه? بتاعة الفورس. ماشي? بس انا هنا بعمل الاسبات بطريقة اسهل اللي هي طريقة ال slow motion وال fast motion عشان يديلي الماثماتيكس تبقى اسهل شوية. ماشي? بقصوا. كده احنا عرفنا نتحرك ازاي? نتحرك بشكل vertical. جميل. عايزين ايه بقى? عايزين نجيب الفورس. طب جميل. ايه قانون الفورس بقى? قد يقدر يقول القانون الفورس عموما. ايه فورس في الدنيا هي ايه? d w على d t بالمينوس. ايه بالظبط. الفورس دي ايه? d w على? d t. لا. d x. d x. اه بصوا. اه بصوا. لكن الفورس هي الدلتا ميكانيكال انرجي على الدلتا اكس. اللي هي الانرجي على الدس بليسمان. صح كده? فهتبقى الدلتا دابليو ميكانيكال على الدلتا اكس. اللي هي الانرجي الميكانيكال على الايه? على ال اكس. تمام? طيب. سوية قلبة. لو انا عندي لمضة اي كاركترستيكس واحدة بس. هل كده يبقى عندك موشن؟ لا. لا. انت لو عندك لمضة اي كاركترستيكس واحدة. يبقى انت ايه? يبقى انت واقف عند موزيشن محدد. ما فيش موشن. اللي هو الكاسي اللي فوق خالص. اللي احنا عملناه من الاول. لما قلت لك نو موشن. كان كيرف واحد. لكن في الحالة دي احنا عندنا كذا كيرف. الحالة بتاعتنا دلوقتي عندنا كذا لمضة اي كيرف. با ديفينيشن بقى. الميكانيكال انرجي او الدلتا دابليو ميكانيكال. جرافيكالي بقى. هي الارية. بين. ال two characteristics and path of motion. او يعني ايه بقى الكلام ده? يعني بشكل ميكانيكال. لو انا حبيت اجيب بشكل جرافيكال. لو حبيت اجيب الميكانيكال انرجي. هتبقى ايه الميكانيكال انرجي? هتبقى هي الارية دي. هي الارية اللي ما بين ال two characteristics وما بين ال path of motion. ده تعريف ال dw ميكانيكال. طيب جميلة. اللي هي هنسميها area one مثلا. حلو. طب انا دلوقتي عايز اجيب بقى الفورس. قلنا الفورس هتبقى ادلتها w mechanical على ال dx. طيب لا انا عايز اجيبها in terms of. ال w field او ال w field dash. طب اجيبها ازاي? حد يقدر يقول لي الارية اللي بالموف دي تقدر تمثل التغير في الميكانيكال. في ال field energy ولا في ال coo energy؟ في ال field energy؟ لأ. بص اجيبها واحدة و ال coo energy بتاعتها. coo energy. لأ برضا. بص اجيبها باش منسين. احنا عرفنا انه ال coo energy هي الارية بين مين ومين. ال characteristics. ومين كمان. وال horizontal. صح كده؟ تمام. انت دلوقتي عند ال position التاني. position two. ال coo energy بتاع ال position two هيبقى ايه هو؟ هيبقى ال area الموف دي زائد ال area اللي تحتها. اللي هي هديها مثلا لون تاني. اللي هي هديها لون اللا صفر ده. اللا صفر كده. هنسمي ال area الصفرة دي area two. والarea اللي الموف دي هنسميها ايه? area one. area one. طيب بصرة. لو قلت لك ال coo energy two equal كام? هتقول لي هي ال area one زائد ال area two. مظبوط. ده ال coo energy two. طب ال coo energy one. هتبقى اني area جماعة? area two بس. area two بس. صح كده؟ اه يبقى انا دلوقتي change في ال coo energy طلع بيساوي. ال coo energy. final ناقص ال initial. ال final كانت A one plus A two. two areas مع بعض. طب ال initial كانت مين؟ كانت A two بس. يطلع معاك ان التغير في ال coo energy هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع A one. اللي هي في الحالة بتاعتنا دي بتساوي ايه في المسألة دي او في الكيس دي؟ بتساوي delta w mechanical. اه يبقى احنا هنا قدرنا نزبط بالشكل الجرافيكل من delta w field dash equal delta w mechanical. يبقى الفورس بتساوي delta w mechanical by dx اللي هي delta w field delta w field dash by dx. بس بشرط ايه? ان الموشن تكون under constant current. under constant current. تمام؟ يبقى الفورس ال electromagnetic او اللي هي الف ام دي بتساوي. تفاضل ال w field dash by dx under constant current. تمام؟ يبقى ده كده الفورس في الميكانيكل القانون رقم واحد. ماشي؟ جميل. يبقى انا من خلال افتراضي ان الحركة slow motion قدرت اوصل لقانون رقم واحد للفورس اللي هو طلع بالمنظر دي. طب هل القانون ده بقى هيبقى valid في كل الحالات بعد كده في المسائل؟ او عادي valid في كل الحالات. ماشي؟ بس طب يا بشوانت سبت استنتبته على ال slow motion. لا هو ال slow motion بس كان بالنسبة لي لما وصلت لي يعني ال slow motion بالنسبة لي سهلت بس الوصول الاكسبريشن ده. لكن انا كان ممكن اثبت الاكسبريشن ده باي path of motion. خلاص؟ يبقى الفورس طلعت وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده هثبته في المسائل. يعني هنشوف المسائل ان القانونين تقدر تحل بيهم ويتطلعوا لها نفس الاجابة. يبقى ده قانون الاولاني للفورس اللي هو delta w field dash by dx. طيب جميل جدا. ايه القانون التاني؟ اكيد طالما جبت القانون بالفيلد داش عايزين نجيب قانون تاني بالفيلد بالفيلد بس. من غير الفيلد داش. طيب تعال نشوف. الايه؟ هيكون في نيجاتيف بس في القانون. اه بالزبط هيكون في نيجاتيف. القانون التاني اكيد طالما عملنا مصار حالة خاصة slow motion. يبقى اكيد نعمل مصار حالة خاصة ايه يا جماعة؟ احتاج الزكاوة بقى. ها؟ الفاست. الفاست طبعا. الفاست موشن. يبقى احنا هنعمل هنا بحالة بقى الفاست موشن. الفاست موشن. احنا عندنا الكيرفين. هنرسم الكيرفين بتاعنا. الopen والclosed. ادي الopen تحت. والclosed بفوق. وادي المفروض الoperating point one. ودي اللي انا عايز اوصلها في النهائي. نقطة اثنين اللي انا عايز اوصلها في النهائي. خلاص؟ جميل. هوا ليه باش مواندس؟ ليه؟ دايماً النقطة بتاعت الsteady state لها the same current. يعني دايماً انت نلاحظ ان نقطة واعد هنا يبقى نقطة اثنين هتبقى فوقيها بالظبط. حد عارف ليه؟ لان في الsteady state مفيش تغير في الفايل. بالظبط. لان في الsteady state المفروض انه هيبقى الجسم ثابت. وبالتالي مفيش تغير في الفلاكس. يعني ايه برضو؟ انا هاشرح انهت دي بس للفهم اللي عايز يفهمها يعني. عندك الدراع اوه. كده. طول ما فيه حركة يبقى الريلوكتانس بتتغير وبالتالي الفلاكس بيتغير. طول ما الفلاكس بيتغير بيبقى فيه voltage على الكوين. صح كده؟ تمام. لكن لما الجسم يبقى ثابت. يعني ايه؟ يعني لما الحديدة تقفل. لما الحديدة تقفل معنى كده ان الجاب ما بقيتش تتغير. وبالتالي الفلاكس ما بقاش يتغير. يبقى ايزاً الاي بقت بكام بقت بزيرو. يعني رجعت انه الcurrent لازم at steady state هيبقى ثابت. خلاص؟ فعشان كده دايماً بتلاحظ ان انا بحط نقطة واحد. وفوقها نقطة اثنين. لان at steady state مش هيبقى فيه تغير في ايه؟ الفلاكس. لان at steady state مفيش حركة. خلاص؟ طيب المهم ما علينا يعني من الكلام ده. خلينا نخش في المفيد. المفيد انه fast motion معناها ان الدراع تقريباً افل in time. مثل in no time يعني ايه؟ يعني وصلت من open position to closed position in no time تقريباً. في قاعدة اساسية عندنا انه الفلاكس ما ينفعش يتغير instantaneously. الماجنيتك فلاكس عمره ما ينفع يتغير لحظية. زيه زي temperature مثلاً. ما ينفعش يتغير لحظية. طب معنى كلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الدراع لما افل تقريباً in no time الفلاكس كان تقريباً ما لحقش يتغير. خلاص؟ يبقى معنى كده ان مصار الحركة هنا لازم يكون horizontal. لانه اللمضة ما لحقتش تتغير. لما الدراع قفل من position open لل position closed كانت اللمضة لسه ما تغيرتش. وبالتالي ما صار الحركة هيبقى ايه؟ horizontal. طيب. طبعاً بعد اما الدراع يقفل بعد اما الدراع يقفل هتلاقي بقى ان الكيرف بتاعك هتفضل ماشي عليه لحد ده ما توصل لنقطة اتنين. بس في الحقيقة انا ما يهمنيش خالص الجزء ده ولا يهمني. ليه ولا يهمني؟ لان الجزء ده اصلاً ما فيهوش حركة. ما فيهوش موشن. ليه ما فيهوش موشن؟ لان الموشن خلاص حصلت لما الدراع تنقل من ال open لل close. وهي دي اللي تهمني اصلاً الموشن لان هي دي اللي هاحسب من خلالها ايه؟ الفورس. لكن ما بعد بقى ان الدراع قفل ما ههمنيش. دي اسمعه transient. منطقة transient ما تخصيش في حاجة. تمام؟ يبقى انا اللي يهمني في الجزء ده ازاي انت تحركت من ال open ال close position. هتقول لي ازاي تحركت? هتقول لي انا تحركت fast motion. يعني ال no time. طب ما طالما ال no time يعني ال flux ما تغير. طالما ال flux ما تغيرش. يبقى انا تحركت على ايه؟ على horizontal path. على horizontal path. طيب جميل. يبقى انا دلوقتي من الاخر ال fast motion معناها ان اللمضة constant. ال slow motion معناها ان ال current constant. طيب بوصل. دلوقتي لو انا بقى عايز اتجيب بقى موضوع الاريات والكلام ده. تعال نرسم الرسمة. ونشوف الاريات. ادي ال path الثاني. وادي ال path الاولية. وانت بتحرك ب horizontal path. بصوا. فين ال mechanical energy. ال mechanical energy هتبقى ال area between the two characteristics or path of motion. اللي هي ال area دي. يبقى ال area اللي بالموف دي. هنسميها A1. طيب. تعال بقى نسمي الحتة دي. دي كده ال area الصغيرة دي. هنسميها A2. ماشي. بصوا. دلوقتي ال mechanical energy بتساوي مين. ال mechanical energy بتساوي area one. ماشي. تمام. طب. ال mechanical energy دي لو انا جيت اجيبها بقى in terms of the field. هتبقى ايه. قال لك بص كده تعال نشوف. اللي change the field energy. هو ال field area ما بين مين ومين. ال characteristics or vertical. طيب. فين ال field energy النهائية. النهائية هي ال area الصغيرة. لانه النهائية دي هي ال area اللي ما بين ال characteristics النهائي. وال vertical. اللي هي A1 بلس A2. يبقى اللي change في الفيلد energy. هو ال area 2. مينس area 1 بلس area 2. فده هيطلع كام؟ ده هيطلع negative A1. اللي هو ايه يعني؟ negative DW mechanical. يبقى من هنا اقدر بالجيومتري اثبت ان الفورس بتساوي. ال DW mechanical by DX. اللي هي negative DW field by DX. بس بشارط ايه؟ constant lambda. constant lambda. يبقى القانون التاني للفورس. in terms of ال field energy equal negative DW field by DX. بس بشارط constant lambda. طيب. يبقى ده كده القانون التاني بتاع fast motion. يبقى احنا كده عايزي ايه اوه. والقانون ده يعني مش valid في لما يكون ال constant current. لا. ده مش هيبقى valid. يعني ايه valid ال constant current. يبقى فوق الحالة الاولانية. القانون ده valid. لو يعني القانون اللي قدامنا ده valid في حالة ان اللمضة. كونسل. تقدر تستخدم القانون ده. ماشي؟ والقانون اللي فوق. ما هقولك بس الثانية. القانون اللي فوق في حالة ان ال i كونسل. ماشي؟ احنا بقى في العموم. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه هو بيجيب لك اصلا. مثلا لو جات non linear يعني. هيجيب لك كيرف كده وورا كيرف كده. قريبين او من بعض. ماشي؟ وبيقولك احسيب لي الفورس. فالفورس بالنسبة لنا سواء افترضت horizontal motion او vertical كده كده مش هتفرق معك في الحسابات. يعني انت في الاخر هتفترض انه القانون بتاع الفورس valid في المسألة تقدر تستخدم بتاعة الفيلد وتقدر تستخدم بتاع الفيلد داشة. ده ليه؟ لانه دايما بيجيب الفورس اللي هيحتاجها عشان يتحرك من كيرف لكيرف بعدين مباشرة. يعني تقريبا ال distance اللي هيتحركها tends to zero. فال distance اللي هيتحركها tends to zero دي مش هيفرق معها ازا كان المسار بتاعت horizontal ولا vertical. فهتلاقي القانونين valid. ماشي؟ يبقى احنا شغلنا. لو انت عايز تتكلم كاثيوريتيكال يعني كاثيوريتيكال القانون بتاع الفورس ده valid بس لو اللمضة constant. طب القانون الاولاني valid بس لو current constant. طب هل احنا فعلا هنتعامل مع المسائل بحيث ان ال path يبقى vertical او horizontal؟ لا خالص. احنا في المسائل بتاعتنا بنتعامل مع force ما بين two cases. المسافة اللي ما بينهم صغيرة جدا. فحكاية ال horizontal وال vertical مش هتفرق معي. ماشي؟ امتى تفرق؟ لو المسألة بقى كانت بالارقام بدي لك كيرفين حقيقيين وقال لك انا اتحركت من نقطة واحد لنقطة اتنين slow motion. اه slow motion هتفرق. ساعتها هتبقى vertical. طب fast motion هتبقى horizontal. وساعتها المسألة هتفرق في الحال. ده امتى؟ لو المسافة اللي ما بين الكيرفين اللي بتتحرك بينهم كبيرة. بس انا بقول لك ان ده مش يحصل. يعني دايما المسافة اللي ما بين الكيرفين اللي اللي انا بتحرك بينهم بتبقى تقريبا zero. فتقريبا ال fast والslow ما بيفرقوش معايا في الحال. يبقى القانونين هيبقوا valid ولا? لا. القانونين هيبقوا valid. طبعا كده؟ لكن بالشكل النظري القانون بتاع الفيلد اللي هو ده valid بس لو lambda constant. لكن بتاع الفيلد دايش valid بس لو ايه؟ لو او ال icon constant. طب هل ده انا هشوفه في المسائل؟ لا. انت في المسائل اللي اتنين هينفعوا. ليه اللي اتنين هينفعوا؟ لانه انت بتتحرك ما بين مصارين او ما بين characteristics آآ آآ قريبين او. طيام مقصدي؟ طيام مقصدي. طيام. يعني من الاخر خلاصة اللي انا بقوله بس عشان مقعد شرغي كتير. في المسائل استخدم اللي اتنين هيطلعوا نفس الاجب. ماشي؟ ايه. تمام. طيب يبقى احنا كده شوفنا قانون الفورس في حالة النون لينير. تعال بقى نعمل سامري للموضوع ده عشان بس ايه نفهم القوانين اللي احنا نستخدم. بصوا. القوانين اول حاجة عندنا المسائل اللي هي النون لينير. بعرفها منين المسائلة النون لينير دي. هي بتبقى واضحة جدا انه بيديلك الـ i as a function of lambda او اللمضة as a function of i. يعني او لما تلاقي المسألة بيديلك علاقة الـ i مع اللمضة. علاقة الرياضية. او اللمضة مع الـ i يبقى المسألة دي نون لينير. طيب ولو نون لينير بعمل ايه؟ الـ w field بتساوي تكامل i دي لمضة. والـ w field داش بتساوي تكامل لامضة دي لمضة. والـ الفورس. الفورس بتساوي. قانون من اتنين. يعمى الفورس بتساوي الـ w field dash by dx under constant current. او الفورس بتساوي الـ w field y dx under constant flux. ده لو نون لينير. يبقى لو نون لينير هعرف من المسألة دي نون لينير. هيديلك علاقة اللمضة مع الـ طيب. اي حاجة تانية هتبقى المسألة لينير. تعالى بقى نتكلم لو المسألة لينير قانونها ايه؟ الـ w field equal w field dash equal half l i square equal half y square في الـ reluctance. ده القانون الاولين. طيب القانون التاني الـ force بقى. الـ force. الـ force هيكون ليه قانوني. قانون الاول اللي هو برضو الـ w field dash by dx under constant current. اللي هو ايه بقى? حد يقدر اللي هو بقى؟. الـ w field dash by dx. الـ w field dash هنا في اللينير قانون احنا ايه؟. هي اما نص l i square. هي اما نص fi square في الـ relative. فقانون الـ force هنا يبقى ايه؟. هيبقى نفس القانون بس اظرف في الوقت. قادروا اللي هي الـ function في اكس. اه. يعني استخدم قانون الـ current او استخدم قانون الـ flux؟. او استخدم قانون الـ flux عشان الـ relaxation سيلي ممكن اجيبها اسحل function في اكس. خلط. خلط. لان احنا القانون بيقول ان انت لو عايز الفورس يبقى تفاضل الـ field dash بالنسبة للـ x. under constant current. مش constant flux. صح؟ يبقى لازم القانون يبقى half i square d l by dx. ليه؟. عشان انا كده متأكد ان الـ i constant. الـ i مش متغير. ان هو القانون بيقول ان الـ force هي تفاضل الـ field dash بالنسبة للـ x. under constant current. يبقى لازم اجيب القانون اللي جواك current. عشان يبقى قانون سليل. تمام؟. لكن لو كتبت قانون half phi square في r. وفاضلته بالنسبة للـ x. مين قالك ان الـ phi تبقى ثابتة؟. يبقى ما قولناش كده. يبقى مش من حقيقة استخدمه هنا. طبعا كده. يبقى القانون الاولاني للـ force هو اللي انا كدبه ده. طب القانون التاني للـ force ايه هو؟ negative w field by dx. بس under constant lambda. يعني هيكون. هاخد انهي قانون للـ field. بتاع الـ i ولا بتاع الفاي. لا بتاع الفاي. اللي هي الـ end الفاي هي اللمضة هي الـ n في الفاي. اللمضة هي الـ n في الفاي. يعني من الاخر constant lambda معناها constant a. flux. يعني ده هيبقى negative. half phi square dr by dx. يبقى ده قانون التاني بتاع الفورس. يبقى خلاص الكلام. احنا عندنا قانونين للـ force. في حالة اللينيار. ايه هما؟ يا نص i square dr by dx. يا اما negative نص phi square dr by dx. خلاص. القانونين دول valid. a valid. في اي مسألة. اف اي مسألة. يبقى انا وصلت للقانونين دول من خلال اثباتات. في الاخر بقى. في الاخر. الفورس ديها كم قانون. اربع قانون. في حالة الـ non-linear. اي دي القانونين بتاعنا. وvalid في اي مسألة non-linear. سواء ده او ده. يعني. الفورس. لو عملتها بالكو انرجي او عملتها بالانرجي. هتطلع نفس الاجئة. طب. في حالة اللينيار. ايه قانون. قانون half i square. او قانون negative half i square. اللي اتنين. وvalid برضو في اي مسألة تقدر تحل ماشي. فهي مسألة linear يعني. تمام. طيب. ده كده بالنسبة للقوانين. يبا احنا شفنا الاول. الفيزيكال مينيج بتاع كل برامتر. بعد كده شفنا. اثباتات قوانين الفورس. اللي في الاخر ما تهمنيش. هما ليه اللي يهمني. اللي يهمني الصفحتين اللي انا كتبهم دول. اللي هما القوانين دول. للمسائل. تذكر الصفحتين دول. والفيزيكال مينيج بقى تبقى ايه. الحاجات اللي انا قلت عليها. اللي هي حاجات اللي انا قلت عليها ممكن تجي في الامسكي كيو يعني. ماشي. طيب. ده كده بالنسبة للقوانين. اللي نبدأ بقى نقدر نحل المسائل دلوقتي باستخدام القوانين ده. فتعال نشوف مسائل على الكلام ده بقى. طيب. نبدأ الأول ب مسألة. ادي المسألة دي نبدأ بيها طيب ادي المسألة هنا طبعا مسح بس الاول عشان ايه طيب المسألة دي مديلك هنا علاقة اللمضة مع الاول يبقى المسألة دي مسألة ايه نان لينير او يعني ايه بقى علاقة اللمضة مع الاي مع الاكس او ايه ده يعني ايه تلاتة دول او انت كده كده لو لمضة اي بس يبقى ده كيرف واحد لكن لو لمضة اي و اكس يبقى ده family of curves واحنا فعليا اثناء الحركة بيكون عندنا family of curves مش كيرف واحد ولا اتنين لأ دهنا كل اكس بيكون لها ايه الكيرف بتاعه فعشان كده هو ايه لك علاقة الاي مع اللمضة مع الاكس يبقى ايه اللي هي family of curves طيب هو بقى عايز تحديدا انه لما الجي تساوي خمسة والcurrent يساوي ثلاثة find the force بصو الجي بتساوي خمسة دي ممكن تكون كيرف من الكيرفات وليكن الكيرف مثلا ايه اللي هو اللي قبل الاخير ده ته جي equal 5 لما قولك هتلي الفورس عند اللحظة دي يعني انا عايز الفورس اللي هتحركك من الجي equal 5 للجي equal 5 plus delta x يعني بعديها بحاجة بصوصي تقوي تمام يبقى الفورس المقصودة هنا هي الفورس اللي هتحرك اللي هتحرك الدراع بتاعك من الجي equal 5 لغاية الجي equal 5 plus delta x اللي هو كيرف بفوق كيرف بتاع الخمسة ده بحاجة بسيطة ايه تمام فزي ما قلتلك كده كده مصار الحركة هنا مش فارق سواء هوريزونتل سواء верتكل مش فارق معاك ليه لان انا بجيب فورس بسيطة بتتحرك من الجي equal 5 لغاية الجي equal 5 زائد delta x صحيح كده امتى يفرق مصار الحركة يفرق مصار الحركة لو انت بتتحرك من مكان لمكان تاني بعيد قوي عنه مسافة من الصغيرة ماشي ساعتها اقول لك اه انت بتتحرك فاست ولا سلو هتفرق معاك لكن لو انا بتحرك في حتة صغيرة في delta x المصار بالنسبة لي مش هافظ فعشان كده هتلاقي ان انا هحل المسألة باستخدام قانون الانرجي وكمان الكون انرجي هيطلع نفس الايجابة المسألة لازم اطلع نفس الايجابة فتعال نشوف تعال نشوف ازاي اول حاجة هو هنا عايزين نجيب الفورس الاول باستخدام الو field dash استخدام الو field dash يبقى هكتب قانون الفورس in terms of الو field dash اللي هو الو field dash y dx طيب في حاجة هنا مهمة انت هنا ما ينفعش تعوض غير بعد اما اتفاضل يعني لما كان بيجي يقولك مثلا هاتلي اللي سلوب عند y equal 5 كنت بتفاضل المعادلة الاول وبعد كده بتعوض هنا هنعمل نفس الكلام لازم اتفاضل الاول بعد كده اعوض تمام تمام يبقى لما اقول الفورس هو الو field dash by dx طيب ايه بقى الو field dash هو تكامل lambda di i ايه اللمضة di i روح جيب اللمضة in terms of i المعادلة الرئيسية جيب اللمضة as a function of i هيطلع اللمضة as a function of i اهي لو عملنا التكامل ده على ال i هيبقى i par 3 على 2 على 3 على 2 فهيطلع خانون ال w field dash اهو كده انت جيبت ال w field dash as a function of x اروح اجيب بقى الفورس هو تفاضل ال w field dash by dx اللي هو همسك معادة ال w field dash افاضلها بالنسبة ال x يعني ال 1 على x تفاضله هيبقى negative 1 على x squared فتطلع الفورس بال expression ده للوقت بقى تعوض تعوض عن ال i ب 3 ampere زي ما هو قيل وال x ب 5 cent فعوض هيطلع لك الفورس بالقيمة يبقى ده كده ايه قانون الفورس طيب او قيمة الفورس طب بنفس الطريقة لو انا حبيت احسب الفورس بس بطريقة ال w field فالقانون هيبقى ان الفورس equal negative d w field by dx يبقى قانون negative d w field by dx وال w field هو تكامل id lambda عندنا i as a function of lambda من القانون الرئيسي يبقى عندي المعادلة بقيت بالمنظر ده اعمل تكامل المعادلة دي على اللمضة هتبقى lambda power 3 على 3 فهيطلع ال equation بتاع w field زي ما احنا شايفين طيب نعمل ايه بعد كده بقى بص الفورس هو سالب التفاضل بتاع w field بالنسبة ال x يبقى تاخد المعادلة دي تفاضلها بالنسبة ال x وتضربها في negative طلع لنا الفورس بقيمة دي اروح اعوض ال x امرأس ال x بخمسة سنتر طب اروح اجيب اللمضة ازاي اللمضة اجيب ازاي جماعة اعوض ال equation بتاع التعط current اه اعوض ال equation الرئيسية اللي هي علاقة اللمضة مع current ادي عندي current بتلاتة امبير تعرف تروح تجيب اللمضة المقابلة بك هتطلع اللمضة المقابلة في الحالة دي بتساوي 3.11 يبقى دي كده اللمضة خلص يبقى تروح تعوض بقانون الفورس هيطلع لك قيمة الفورس نفس القيمة بتاعة الفورس اللي انت استخدمتها بقانون ايه ال W field داش ماشي يبقى النوع ده من المسائل هو نوع ايه ال non linear بعرفه ازاي يدي لك علاقة الفورس سواء بدلالة ال W field او بدلالة ال W field داش هتطلع نفس الاجب خلاص لان ايه نفس الفورس في الاخر ماشي ايه ايه انا لما اعتبرتش اللي هو بدأ حركته من الزيرو وانا اجيب ال energy غيرت لما يوصل لل point رو من دائرة دي ايه يعني ايه يعني 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 ايه ايه او العكس مثلا لما كانت ال X عند الخمسة او لغاية لما توصل لل zero انا افترضت انها خطوة فوق بس هو الفكرة كلها هو الوقت يقول انا اعايز الفورس عند الجيب خمسة ايه انا اعايز الفورس لما الجاب بتسوي خمسة صح كده ما قالكش انا اعايز الفورس من الجاب بزيرو بخلت فترة معينة صح يعني في خطوة لا ما هو انت بتحسب بص الانرجي اصلا بتتغير مع الحركة الانرجي بتتغير مع الحركة لانه الانرجي معتمدة على اللمضة اي كيرو واللمضة اي كيرو يمي السابت يعني انت لمضة اي كيرو فيه انرجي صح ولا اه مزبور يبقى انت دلوقتي لما اجا اقولك بتحسب ها عند ايه عند اكس معينة عند اجاب معينة صح كده يبقى انا اعايز الفورس اللي هتحرك الكيرو ده لكيرو فوقي بحاجة بسيطة ده المقصود بالفورس ماشي وانا برضو عايز اقولك حاجة ان الفورس عموما ما بتبقاش كونستان يعني الفورس على مدار الحركة ما بتبقاش كونستان الفورس مثلا اللي بتحرك الدراع بتاعنا من المسافة جي او مسافة مثلا من تسعة لغاية تمانية غير اللي بتحرك من تمانية لسبعة غير كل 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 ده يعني الفورس اصلا بتعتمد على الدراع نفسه فين يعني الفورس نفسها بتعتمد على اكس بتعتمد على مكان المو بورس ماشي فاحنا لما بيقول لك هسيب لي الفورس هو عايز الفورس اللحظية الانستانتينيوس يعني المقصود ايو شكرا 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 طيب هيقول مفرد اصلا طبيعي ان الانكس تكون اقل من الج بس عشان انا افردت ان الان دلتا اكس اللي انا اتحرك صغير خالص فعشان كيف عشان سويت ها بال ج صح كده لأ احنا انا مفترضين ان الانكس هي الجاب او جاب دستانس يعني اقل من الج اصلا ال اكس اخيال معايا انت عندك هنا ايه الدراعة هو كده المسافة دي هي الج او الجاب هي دي ج او الجاب تمام المسافة نفسها هي دي الج هي هي ال اكس برضو تمام تمام بس مش اكتر طيب يبقى يعني الج ده variable ج مش حاجة سبت هو هنا قال لك انا اعايز القيمة بتاعة الفورس عن ج معينة بس مش معنى كده ان ج ثبت لا ما تتغير مع الحركة خلاص هو كأنه خد صورة بقى للحركة وقال لك احسب لي الفورس في اللحظة دي الفورس اللي حرك هو مسافة صغيرة خالص اللي هتحرك الفورس اللي هتحرك الدراع في اللحظة دي يعني ما هو الدراع بيتحرك ازاي في فورس بتحرك صحيح كده فأول اللحظة مثلا 10 نيوتن بعد كده 9 بعد كده 9 بعد كده 8 وهاكذا هو بقى عايز عند اللحظة دي تحسب لي الفورس بكذا طب هو الفورس اللي هتحركه مثلا من 5 إلى 10 من 10 إلى 5 مثلا حيلا لا دي كده بسماع الأverge فورس دي احنا ما درسنا لاش القانون بتاعها في الحتة دي احنا هنا ما احسنا تعرف تحسب الانستنتينيس بس ماشي اللحظية غير طب كل اكس لها الفورس بتاعت طيب يبقى انا المسألة دي واضح او انها نون لينير انها علاقة الاي مع اللامضة جيفن تاني حاجة اقدر اجيب الفورس بقانون الفيلد انرجي او الكو انرجي طيب ده كده بالنسبة للمسألة دي تعال نشوف المسألة التانية لينير ونكمل بقى المرة الجاية تعال نشوف واحدة لينير كده عشان ايه نسبت بس موضوع الفورس ده طيب بص بقى احنا عندنا هنا المسألة دي اول حاجة كده قالها لك قال لك ان الميو بتاعت الحديد بإنفينيتي يبقى تستنتج من هنا ان الحديد بصف يعني تستنتج من هنا كده كده المسألة دي هتبقى ايه لينير طي وإيه كمان ادى لك الجي بخمسة ميلي الجاب بخمسة ميلي ولموفable part moves along ال x اول مطلوب derive an expression for l as a function of g هتلي قانون لل inductance طبعا ومفروض كده كده يبقى فيه كويل بس هو مش مرسوم بس لازم طبعا هيبقى فيه كويل يعني نقولك هنا ايه بقى اجيب ال inductance ازاي احنا قلنا قانون inductance equal n square على reluctance يبقى انا لو نجحت ان انا احسب reluctance هعرف اجيب l reluctance انا هتساوي كام المفروض هتساوي reluctance بتاعت الحديد زائد reluctance بتاعت الجاب بس احنا اعتبرنا ان reluctance بتاعت الحديد بايه بزيرو يبقى reluctance بتاعت الجاب هتساوي l جاب على ال mu نوت في ال area حد بقدر يقول لنا l جاب اللي هو يبقى كام ج ولا بالضبط يبقى reluctance هتساوي 2 g عشان انا عندي 2 جاب على mu نوت في area ده reluctance يبقى inductance هتبقى n square على reluctance يعني n square على الكلام ده فيطلع قانون inductance as a function of الجاب هيبقى بالمنظر طيب جميل inductance تلعت قيمتها بالمنظر ده كده عايزين بقى تاني مطلوب نجيب force بصوا بيقولك find force لو current 10 احنا قلنا هتجيب force في linear بقانون من 2 يقيم 0 i square dl by dx يقيم 0 phi square dr by dx مضروب في negative فأنت هنا بالمنطق ايه اسهلك 0 i square ولا 0 phi square لا 0 i square لانهم بيديه الكلام طبعا كده فيبقى الفورس هتساوي نص i square dl by dg يبقى نص i square dl by dg a dl عندنا فاضلها بالنسبة للg طبعا l بتتناسب مع واحد على g يبقى تفاضلها هيتناسب مع ناقص واحد على g square يبقى ده dl by dg فعدم خلاص فاضل ارجع عوض بقى i 10 و g 5 m و area given 5 10 cm square يعني لازم اضرب في 10 power negative force يبقى من هنا نقدر نجيب الفورس اللي هو بتاع electro mechanical force ده اللي هو المطلوب التاني ليستخدمنا القانون ده ما استخدمناش قانون dw field dash والكلام ده لان ده linier مسألة linier تستخدم القوانين بتاعت linier طيب تعال نشوف المطلوب التالت نفس الكلام اه انا لو جانا كنت استخدمت اللي هو نص phi squared r كانت x هتبقى فوق او g هتبقى فوق كان يبقى تفضل بواحد فهو كده كان الناتجة يختلف دي الفاي بقى طب الفكرة في الفاي لا تفهم كنتش يختلف الفكرة في الفاي هتبقى ايه ساعتها ساعتها الفاي هتبقى اعتبار انها كونستانت بحيث ان انا فتردت ان المعادلين بيمشوا ويطلعون نفس الناتجة لا لا بص يعني ايه اعتبر الفاي كونستانت كونستانت الكامل اعتبرت ايوه ماشي الاي هو مديك القيمة بتاعته بعشرة صح ماشي انت عايز تستخدم القانون التاني اللي هو نص فاي سكوير دي ار باي دي اكس صح اه ماشي جميل طبعا انا اشوف اهو فورس او انا اعمل كده في المطلوب اللي بعده بس يعني انا اقول لك مائس فاي سكوير دي ار باي دي اكس صح كده دي ار باي دي اكس باي اتنين على الميو نوت في الاري الفكرة بقى في الفاي الفاي بكم ما يعني هي عاسب اللي هي هتبقى ان اي على ايو ايو على الار لعند اللحزة دي اه الان اي على الار لعند اللحزة دي صح كده هتثبت معك في الاخر هتطلع على نفس يجاب يعني جربها انت كده مع نفسك هتطلع نفسك يعني انت هتقول ان phi equal n في i equal phi في الريلوكتنس يبقى ديها تبقى n في i على الريلوكتنس والريلوكتنس جواها g صحيح كده? بس خالي بالك دي مش phi بس دي phi سكوير فهتلاقي g سكوير ظهرت لك برد فاهم? او تمام تمام هتظهر معك هتظهر معك تاني وانا هعملها في المطلوب اللي بعده عشان ايه? اأكد على المعلومات خلاص? بس انت عجر رابع هتطلع لك نفس الاجابة رب تعال انا اكد المعلومة دي في المطلوب الثالث يعني انا هعملها بالتفصيل في المطلوب الثالث المطلوب الثالث البي بواحد تسلا find force طالما انا عندي البي يبقى البي في الاريا هي الفاي يبقى انا كده كن عندي الفاي يبقى الاسهل في المطلوب الثالث استخدم اني قانون negative 0.5 phi square dr by dx ده الاسهل لان انا عندي الفاي جاهزة ده طريقة الطريقة التانية ان انا برضو هستخدم القانون الكارنت ايه ده يعني باش مهندس انت هتشتغل بالقانون الكارنت حتى في المطلوب الثالث او عادي عشان اثبت لك ان اتطلع نفس الاجابة فالفكرة ازاي اجيب الكارنت ازاي اجيب الكارنت بصوا احنا عندنا الماجنيتك سيركت بتاعتنا فيه كويل يبقى الان في الاي equal to 5 total reluctance total reluctance اللي هي مين اللي هي الار جاب جميل الان عندي دي جابن بألف الار جاب الار جاب هي الال بتاعت الاجاب على النيو في الارية بس خلي بالك ان الال بتاعت الجاب هي 2G تمام يبقى reluctance تاعت الجاب عندنا طيب الفاي بكام الفاي هي البي في الارية فانا عندي البي وعندي الارية اعرف اجيب الاي المقابلة جميل جدا طلعت الاي المقابلة ب7.9 يبقى الفورس equal half i square dl by dg ال dl by dg فاضل وبعد كده عوض انا عندي expression الاندكتنس اللي هو فوق خالص فاضل الاندكتنس بتاع الاندكتنس او فاضلت ارجع عوض الاي ب7.9 والجي ب5 ميلي من هنا تقدر تطلع قانون الاي الفورس طيب انا عايزك بقى تجرب انت مع نفسك قانون الفورس لو هتجيبه بطريقة ناقص نص phi square dr by dx ماشي فناقص نص phi square dr by dx الفايل هي مين b في area b في area طب ال r والx ما انا عندي ال r اقدر افضل ال r بالنسبة لل x هتطلع dr by dx هي اتنين على المي ونوت في ال area والفايل هي b في ال area عندي ال b وعندي ال area عوض هتطلع لك نفس الاجابة ماشي يعني هتطلع انا حسبتها طلعت تقريبا ناقص 378.9 اللي هي في الاخر نفس الرقم لان طبعا انا عامل approximations وانا بحس بيعني ال relactance والحاجات دي فنقدر نعتبرها من نفس الاجابة اللي هي ناقص 3.9 كيلو نيوتن ماشي خلاص يبقى سواء استخدمت قانون current او قانون flux هتطلع نفس الاجابة ماشي بس انا بستخدم انهي الاسهل ال given يعني الحاجة ال given استخدمها يعني هو بتديك current استخدم current بديك flux استخدم flux خلاص يبقى ده كده لو ايه لو linear ماشي يبقى خلاص الكلام ان احنا عندنا الفورس بتتحسب في حالة ال non linear بقوانين التفاضل اللي هو dw field dash by dx او negative dw field by dx وحلناها بالطريقتين في المسائل ال linear عندي قانونين ياما نص i square dl by dx ياما ناقص نص phi square dr by dx برضو لو حلتها بدأه وبدأه يطلع لك نفس ال negative ماشي يبقى انا كده حلت مسألة على non linear النهاردة وواحدة تانية على ال linear ان شاء الله مرة الجاية هنكمل برضو مسألة كمان مع بقى الجزء الجديد اللي هو غالبا هندخل في transformer ان شاء الله ماشي طيب حد عنده اي سؤال يا جماعة هو negative نص يعني negative لا القانون في negative يعني القانون اصلا قانون الفورس بتاعنا يا اما negative نص phi square dr by dx يا اما positive nص i square dl by dx طيب مش احنا قلنا ان هما بيساوا بعض في linear يعني هتلاعوا قد بعض هتلاعوا زالي بعض يعني لا قول تاني معلش قلنا ال WF بتساوي WF بتساوي نص اسم ايه ده نص ال لاندف اي مثلا او نص الكتا يعني صح ال WF equal WF dash انا ما اختلفتش معك طيب ما تمساحة تمام بس معدل تغير بقى ال WF by dx هل هو هو معدل تغير ال WF dash by dx لا تمام يعني انت بتقول ان ال WF هي ال WF dash صح انا مختلفتش معك بس مين قالك ان التغير بتاع WF هو التغير بتاع WF dash لا انا مقولتش كده تمام ايو صح بس فعشان كده في الاخر التغيرات دي احنا استنتجنا منها قوانين linear اللي هو واحد طلع positive i square والتاني طلع negative نص five square ماشي بس ده مش معناه يعني ده ما يعني ما تعارض شي ان ال WF هي ال WF dash انا مقولتش لا لكن التغير بتاع ده مش هو التغير بتاع ده يعني اقدر اكتب لك لو حتى جات لك true or false ان ال WF equal ال WF dash في linear او ده صح لكن هل ال WF by dx هي ال WF dash by dx لا مش صح في فرق اشارة وكده كده في فرق اشارة وفي فرق اصلا نصار يعني انت في هي force يعني بصوا جماعة خلاص انا المسألة نفسها خلاص هرجع اتكلم بس ايه على ال فوانين تاني عشان بس الموضوع يبقى واضح نحن دلوقتي قلنا انه ال WF في حالة اللينير حالة اللينير ماشي WF equal WF dash equal 0 L I square equal 0 I square for reluctance احنا قلنا الفرصة بقى قانونها DW field dash by dx بس بشار under constant current ده الاثبات اللي انت عملته ماشي فالكلام ده لما اجي استخدم القانون هلا استخدم القانون بتاع current او الا استخدم القانون بتاع flux اللي بتاع current اللي هو نص I square dL by dx طب لو استخدمت قانون flux هتبقى غلط يعني هل ينفع اقول نص I square dr by dx لا غلط لان القانون ده مفترض ان flux سابق وانا ما قلتش ان flux سابق تمام طيب الفورس القانون التاني بتاعها ايه هو negative dw by dx ده under constant lambda طب الكلام ده عبارة عن نص مين بقى phi square ولا I square لا هنا هاخد phi square بس في اشارة negative ما تنساش قانون نفسه في اشارة negative phi square dr by dx بس فيبقى قوانين الفورس قوانين الفورس في linear بقى خلاصة الكلام يا نص I square dl by dx dm مناقص نص phi square dr by dx ده قوانين بتاع الفورس في حالة linear ماشي واحد جاي من خلال w field والتاني جاي من خلال تغير w field داش بس لكن هل القانون ده يتنافى مع معلومة ان w field equal w field داش في حالة linear لا ما بيتنافى يعني ما بيتعرض عادي w field داش فعالت linear لكن الفورس ما هياش w field وما هياش w field داش الفورس هي تغير w field بالنسبة لل x وتغير w field داش بالنسبة لل x ده ليه قيمة وده ليه قيمة تاني الاخر يعني ال w field نفسها و w field داش متساويين لكن معدل تغيرهم مش متساوي تالي واضحة كده ماندي ممكن تجيب بس رسمة اللي كنت اشرح بيها الموشن ماشي ساني اوه اي رسمة باش رح بيها الموشن ماشي هو فين نعايز بس ال اوه كنت باعمل ماشي هو مثلا fast motion slow motion early slow motion اي مصر هم هو يوسعني هنا على ال additional energy input من السبلي ببقى اصدع لاني اريا بطول بص هو انت عندك دلوقتي احنا قلنا ال electrical اللي هي قلنا mechanical energy وقلنا field energy والcoo energy في حاجة اسمها electrical energy اللي هي التالية واحدة electrical energy دي هي energy between path of motion والvertecal يعني لو انا حبيت ارسمها electrical energy اللي هي بصنا باللون لبني تبقى area دي هي دي electrical energy اللي هي باللبني اللي هي ما بيدي path of motion وال vertical دي delta w electrical energy يعني لو قلنا انا عايز additional energy من supply هي دي اللي هي المقصود بيها electrical energy ماشي طب في slow motion تبقى بزير كده تبقى بزير هل في area ما بين path of motion وبين vertical لا يبدلت w electrical equal zero بس بس دي مش هتستخدم غير لو ايه graphical ماشي لكن في المسائل ملاهاش ضعب المسائل يعني هي اخيرها بس graphical ايوة تمام شكرا كنت هتكلم عليها كده كده بالمرة الجانية المسألة ماشي ماشي تمام طيبين ال ايه ايه ورق ده اللي احضرتك بتكتب فيه انا ماشي هبعطلكم ملزمة وكي الملزمة او section كمان اللي هو ايه اللي احنا نشرح منه اتعايزين pdf نفسها اللي انا كتبها دي او الورق ده او او ده مش ورق ده انا يعني كإني صبورة بقى ايه ايه واعمل الوانه بتاع يعني فيه شغل عالي طيب خلاص تمام ماشي مفيش مشكلة يعني بعد كده بس ايه ممكن المسائل هتطر اكتبها يعني هتبقى مكتوبة وريدي عشان بس مش هنقعد نحسب وبتاع لكن ممكن الشرح نكتبه كده اه ريد تمام شكرا طيب تمام شكرا خلاص ماشي انا انا اعطلوك الحاجات اللي انا كتبت فيها والملزمة خلاص هتحطهم حضراتك على تيمز ولا ايه هبعتهم لمصطفى صق خلاص تمام هبعتهم ان شاء الله ماشي تمام خلاص تمام طيب حد عنده سؤالة باش مانسين في بتاع النهاردة طيب خلاص تمام فضاء الله باش مانسين فضاء ترجمة نانسي قنقر